اشتركوا في القناة نسبة تهديف على الفرق في مباراة الدوري أربع أهداف فاركو أربع أهداف المقصة أربع أهداف سموحة أربع أهداف الإسماعيلي خمس أهداف الزمالك يعني أنتم بتكلموا على أرقام قياسية يمكن مميزة جدا للنادي الآله هذا المسلم ووضح كده من بداية الدور السنة دي أن بيتسو موسيماني مش عايز يقرر اللي حصل في العام الماضي عايز يثبت للجميع أن التجربة المحلية كانت بالنسباله وانتهت خلاص به العام الماضي والسنة دي خلاص الراجل ابتدى يفهم طبيعة الدور المصري وما كانش تركيزه فقط على إفريقيا لا ده أفريقيا مع الدور المصري وبالتالي بقى الراجل عنده خبرات محلية بالإضافة إلى خبراته الإفريقية اللي فرق بشكل بير جدا مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا خلال آخر سنتين فالانتصار مبارح مش في الصدارة والجدارة بس زي ما كنت بتكلم لا ده كمان إمبارح بتلعب بطريقة لعب عكس اللي لعبت بيها مباراة سانداونز وفكرة إن البعض يقول لك اللعيبة فرضت نفسها على المدرب والمدرب بيسمع كلام اللعيبة ده الكلام ده مش في قاموس الكورة على فكرة دايما العمل ما بين المدرب واللعيبة هو إطار تعاون ما بين المدير الفني والجهاز المعاون واللعيبة اللي معاه وكل مباراة لها ظروفها وكل مباراة بيبقى ليها طريقة لعبة وخطة لعب وحتى كمان إمكانيات لعيبة اللي ممكن تستفيد بها في هذه المباراة فالأهل إمبارح بـ 4-2-3-1 كسب ولما كان بيلعب بـ 3-4-3 كسب الهلال السعودي وكسب دوري أبطال إفريقيا وكسب مباراة كتير جدا وفي فرق في الدوري ابتدت تغير طرق اللعب زي ما الأهل غير طريقة لعب وابتدوا يلعبوا بطريقة 3-4-3 لكن إمبارح اللي لفت انتباهه بشكل رائع جدا محمد مجدي أفشا عنه أيا كان طريقة اللعبة اللي انت بتلعب بيها وهو من اللعبة اللي بيحب دايما بيتواجد في مراكز معينة أو أماكن معينة جوه الملعب وتقدر تاخد منه شغل مش عشر على عشرة عشرين على عشرة لما بيلعب في الحتة اللي هو بيرتاح فيها وبينتك فيها بشكل رائع سواء في حراز الأهداف أو حتى في صناعة الفرص بالنسبة لكل زميله الشيء الرائع بالأمس كمان هدف محمد شريف هدف شريف بيفكرني بإعمال متعب متعب كان دايما كده ليه أهداف مميزة لما كان بيلعب مع الأهل سواء في الزمالك أو حتى في الإسماعيلي أو حتى في بعض المباراة الإفريقية يستلم وظهروا للمرمى ويلف 180 أو 360 درجة ويسدد في زاوية صعب لأي حارس يعرف يجيب الكورة وكأنه هو مد ظهروا للمرمى شايف الجن فين انباري هدف محمد شريف فقرني بجن متعب بالضبط ومحمد شريف كان محتاجة جن ده في التوقيت ده لأن محمد شريف السنة دي أو تحديدا في بداية عام 2022 بيواجه سوء يعني حظ بشكل صعب جدا وكمان عودته من كأس الأمم الإفريقية مع كارلوس ساكيروش والتأثور بشكل نفسي بعد عدم مشاركته بشكل جيد واستبداله في إحدى المباراة بطريقة محدش كان مقتنع ولا راضي على الشكل اللي خرج به ده كان أثر فيه بشكل كبير لكن الهدف اللي أحرازه مبارح والدفع المعنوية اللي بيديه له بيتس موسيماني دي بتثبت أن احنا عندنا مهاجم من التراز الفريد بس محتاج يعني الناس تصبر عليه ومحدش ينطقت بشكل كبير عشان نحافظ على الجيل ده لغاية أبعد مدى خلال الفترة الجاية زي الجيل الزهب اللي كان معانا في فترات سابقة ترجمة نانسي قنقر